سكوتلندا وطموحات الانعطاق عن المملكة المتحدة تطرح تساؤلات حول العديد من القضايا التي سيخلف انتصار محتمل لأنصار الاستقلال عن لندن منتجون الويسكي السكوتلندي كانوا أول من حذر من عواقب الاستقلال على صناعتهم والتي قد تكون ضرة لدرجة عدم القدرة على السيطرة عليها المنتجون يدفعون بضرورة بقاء سكوتلندا داخل الاتحاد الأوروبي لكي يتمكنوا من الحفاظ على المزايا التي توفرها اتفاقيات التجارة الحرة مع ذلك المنتجون ورغم إصرارهم على عدم الافصاح لصالح طرفي الاستفتاء فإنهم لن يقوموا بنقل أعمالهم خارج الأقليم ديفيد فروست رئيس جمعية الويسكي السكوتلندي يقول في الوقت الراهن لدينا شبكة دبلوماسية كبيرة في المملكة المتحدة تركز على الترويج التجاري نحن نتمتع بالنفوذ لمساعدة هذه الصناعة وقد لا يكون الوضع كذلك إذا ما أصبحت سكوتلندا مستقلة لكن أنصار الانعتاق من الشعب الاسكوتلندي كثر ولسيما أولئك الذين يرون أن الكيان المستقل سيحمل بشائر أكثر إشراقا كما يقول صاحب المطعم هذا سأصوت بنعم من أجل مستقبل أفضل أنا لا أعتقد أن الوضع الراهن مقبول لفترة أطول نحن بحاجة إلى التصويت لصالح التغيير والطريقة الوحيدة للتغيير للأفضل هي التصويت بنعم والتصويت لحكومة تتمتع بالسيادة مصائب قوم عند قوم فوائد وهكذا فإن تقسيم الجزيرة البريطانية سيمنح السواد الأعظم من احتياطيات النفط لسكوتلندا التي ستحوز على 90% من الموارد الحالية وبذا سيشكل الذهب الأسود النسبة الأكبر من الاقتصاد السكوتلندي بينما تخسر لندن عائدات الضرائب من المبيعات الحالية